بداية أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعبي بالعاصمة على حفل تكريمي على شرف أبطال الجزائر من ذوي الهمام المشاركين في الألعاب البراليمبية بتوكيو 2020 الذين شرفوا الراية الوطنية ورياضة الجزائرية في هذا المحفل الرياضي العالمي بتتويجهم وحصدهم لاثنتين عشرة ميدالية من الذهب والفضة والبرونز حفل تكريم حضره إلى جانب رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنكريحة وعدد من أعضاء الحكومة اشتركوا في القناة